السلام عليكم مرحبا بكم معي في فيديو جديد على قناة وصفة نت اليوم ان شاء الله سنشارك معكم طريقة تحضير حلوة معسلة او لبلغات الزنجلان بمكونات جدا بسيطة كنحضرهم دفعة واحدة كنشكلهم يعني كنحضرهم في حد الوقت واجيز جدا ما كياخدوش منا لا وقت ولا مجهود وحضرتهم معكم باحد الشكل اللي هو مختلف انتمنى فيديو اليومين الاعجابكم ما تبخلوش عليا دائما بتعليقاتكم ما تبخلوش عليا باراءكم وكذلك دعواتكم نخليكم مع الفيديو على بركتي الله فئناء العجن كنوضعو قبسة من الملح من بعد كنضيفو ميتين وخمسين غرام من دقيق ما يعادل كأسين ونصف من بعد كنحتاجو نصف كيس من خميرة الحلويات الباكين باودر ما يعادل ملعقة صغيرة او لا يعني تخلو كيس وتعملوه كنصف ديالو عينكم ميزانكم من بعد غادي نحتاجو كميل عقا صغيرة من القرفة القرفة المطحونة ومن بعد غادي نحتاجو لوحد الكيس ديال سكر بنكهة زهرة البرتوقل او الكيس ديال الزهر او لا ممكن تعملو الماء ديال الزهر او لا ماء زهرة البرتوقل وكنحرقو المكونات كلها والعناصر الجافة مع بعضهم ومن بعد كنضيفو ملعقتين كبار من الزبدة كيما كتلاحظو معايا تكون بدرجة حرارة المطبخ باش تنساجم لينا بكل سهولة مع الدقيق ومن بعد غادي نجيو هكا باليد ديالنا وغادي نبدأ وندخلو الزبدة في الدقيق على طريقة العجيل مرمل غادي ندخلو حتى نتأكدو ان الزبدة توزعت لينا على كامل الدقيق هناك نخدموها شوية باليد ممكن تخدمو باليدين بجوج ولا بيد واحدة ومن بعد غادي نحتاجو حبة حلوة والنافع اي الشمر والليانسون عملت منهم ملعقة صغيرة من كل واحد فيهم يعني بيهم بزوج كنعملو ملعقة كبيرة هنايا راه نضفناهم وغادي نطحنهم من بعد ما طحنتهم ومن بعد غادي نحتاجو نس كأس من السيمسيم اولى الزنجلان هنايا بغيتو تعملو حتى الكأس ممكن هناك تافيت غير بنصف كأس باش ما يقطع ليش بزاف العجينة غادي نخلطو هاد المكونات كذلك مع بعضهم حتى كنساجمو بالنسبة للسيمسيم راه من الضاف وطبعا كنحمرو قليلا في المقلات والان كنضيفو قيمية من الكوركم اي الخارقوم باش نحصلو على واحد اللون اللي كيكون جميل من بعد ما غادي نقليو هاد الحلواء يجينا اللون ديالها بحل شبكية وحتى المدق كي يجي تماما بحل شبكية رغم ان ما فيهاش القوام غادي ناخدو الماء العادي يعني الماء البارد وغادي نعجنو العجينة كنحتاجو تقريبا الكأس صغير من الماء ما يعادل 100 ميلي لتر بالنسبة القياس بالميلي لتر كنبدو نضيفو وضيفو الماء غير بشوية بشوية يعني ما نضيفوش كاس كامل بقاوضيفو كمية بكمية وانتو ما كتعجنو حتى كتحصلو على واحد العجينة اللي كتكون بهاد الشكل يعني العجينة تكون صلبة دائما هاد الحلويات او المعسلات تنخلو العجينة تبقى صلبة مباشرة كندوز نخدموها يعني ما نخلوها اللي ترتح لوالو وغادي نبدو على بركة الله نرشو بدقيق ونبسطو العجينة حتى تكون رقيقة يعني قد ما كانت العجينة رقيقة قد ما كتحصلو على نتيجة اللي كتكون افضل كتجي مقرمشة وف نفس الوقت هشيشة اهنا يا دائما نبقى وحنا اهف كل مرة كن ندلكو اولا نطلقو بالميدلك وكل مرة كنهزو العجينة باش نتأكدو انها ما تلتسق لناش مع سطح العامل وراه بما انها صلبة راها ما كتلتسقش الان غادي نجي وغادي نزولو الجوانب والاطراف باش نقدو العجينة كما لحتو معايا وهدوك الجوانب طبعا راحنا غادي نجمعوهم وغادي نعملوهم في بلاستيك غدائي باش نشكلوهم من بعد هنا يا بنفس الطريقة غادي نعملو الكامل الجوانب باش نقدو واحد المستطيل ليكون مقاد ومن بعد غادي نجي ونبدو نعملو اشريطة بهد الشكل ليكونوا بنفس الحجم يعني حاولو بغيتو تاخدو القياسات بشي ورقة مثلا ممكن او لا مستارة بغا ما بغيتوش يعني كيبقى عينكم ميزانكم المهم ان الشريطة يكون عندهم نفس الحجم ممكن تقطعو كذلك بالسكين او لبجرارة الخاصة بالشباكية او لبديالبيتزا كيبقى لكم الاختيار الان كنجي وكنعملو نفس سمك باش يجيونا مربعات الان في الاول قطعنا بشكل طولي الان كنقطعو بشكل عرض يعني عرضي باش كنشكلو منهم مربعات متساوية الحجم هاي العجينة المتبقية راهنا جمعناها وغادي نعملوها في واحد بلاستيك غدائي ونخليوها جانبا وهنا على بركة الله كان دوزول تشكيل كنجيبو الماء كنعملوه في الطرفين اللي كيكونوا مقابلين على هاد الشكل وكنجيو من الخلف وكنلسقو كذلك الطرفين مع بعضهم او هذا هو الشكل ديالها نتمنى الطريقة تكون واضحة راه جيد سهلة وسريعة كنجيبو الماء ضروري باش ما يتفتحوه سليكم في المقلات ضروري تعملو الماء كنعملو الماء في الطرف والطرف المقابلة وكنجيو في الخلف وكنعملو كذلك الماء في الطرف والطرف المقابلة وكنجمعوه مع بعض كذلك كنجيو وكنغلقو على شكل متلت وكنجيو في الخلفية المتلت وكنعملو الماء ونغلقو على هاد الشكل نتمنى الطريقة تكون واضحة راه جيد سهلة وجد بسيطة اصبق لي شاركتها معاكم في واحد الحلوى او لا في واحد القريوش والان شاركتها معاكم في هاد النوع ديال الحلوى اللي هو شبيه جدا لبلغة زنجلان وهنا غادي نستمر غادي نشكلهم الان دفعة واحدة غا نشكلهم متلتات من بعد نشكلهم عادي الان عملنا مقلات على النار حتى كتسخن وكنضيفو الزيت زيت القلي وكنخليو الزيت حتى كتسخن وكنبدأو بوضع الحلوى ديالنا احنا كنمضعوها وحنا كنرشو عليها الزيت باش تنتافخ ودخل لها الزيت حتى من الداخل راه ما كتجيش معجنة نهائيا وهنا يا كما لحتوا معايا كما قلت لكم مرا غلقوها مزيان تديروا الماء وتغلقوها مزيان باش ما تفتح لكمش في المقلات انا هنا تفتحت لي غير واحدة يعني كل كمية اللي قلت واحدة فقط لي تفتحت يعني حاولوا انتو ما ضغطوا عليهم مزيان انا قادي نستمروا في القلي حتى كياخدوا اللون الذهبي ما تخلوهمش يتحمروا مزيان في المقلات غير كياخدوا لنا اللون الذهبي مباشرة كنعملوهم في العسل العسل انا دائما كنحضره منزليا وراسبقت شاركتوا معاكم السنة الماضية وشاركتوا معاكم السنوات الماضية والسنوات اللي فاتوا عسل اللي كيجي ناجح 100% احسن من اللي كيتباع نتمنى يعني ترجعوا تكتبوا مثلا لعسل وصفانيت وغادي خرج ليكم هنا يا بنفس الطريقة غادي نستمر حتى غنقلي كل كمية ومن بعد كنتقوا ونزولوهم من عسل يعني شوية بشوية كنخلي وهم حتى كيبردوا في العسل تماما باش يجيو شاربي للعسل من بعد وما يجيو ناش جافين وناشفين وها هما هذه هي الكمية اللي قليت العجينة اللي جمعت اللي قلت لكم ها نعود نشكلها هادي نعود نشكلها من بعد هذه العجينة اللي اشتهوا معايا في الاول وبغيتوا تضعفوا المقادير طبعا كتضعفوا المقادير اللي حسب الحاجة شوفوا الشكل ديالهم كيجيو ما شاء الله زوينين وكيجيو رائعين شفتو كيجيو مقرمشين وشاش روعة فعلا في الماداق كيجيو بحل شبكية في الطعم ديالهم غتجربوهم وغايعجبوكم مية في المية والاهم انهم سريعين شكرا على حسن اشتركوا في القناة